السلام عليكم طريقة إعداد العجينة عجينة رطبة مكونات متوفرة بيت بلقوة المصاريف اغلب المطاعم تستعملوا هذه الطريقة تتبعوا معي الفيديو ستجدوا جميع المكونات مكتوبة في صندوق الوصف صندوق الوصف تكليكوا في العنوان يباليكم من تحت نضيف كل الأرض للطحين نضيف زيزية بالضياء تقريبا ملعقة صغيرة مع مراجل تقريبا ملعقة صغيرة تسقى الملحة و نضيف التعجين لا يمكن أن تجدونها غير بيديكم انا شريت مع الجانة تساعدني شوية تساعدني شوية تساعدني شوية لا يحتاج جهد لا يحتاج جهد بزاف لان طريقتها سهلة نضيف لك واحد شوية نلقي ومديل عجينة رطبة طلقة شوية نضيف زيت كما تشوفها نغطيها بالبلاستيك عدائي و نضيفها في البيت نضيفها 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 نصف ساعة أو 45 دقيقة نضيفها 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 و نضيفها نشاط ساعة نشاط نضيفها نجاح عجينة نجاح كيف ترسيوه نجاح عجينة نجاح عجينة فمتازج مع الخميرة فهي تقوم بحق العجينة ممكن انا قمط طيبه في المقلق ممكن انا قمط طيبه في فران اللي يعجبكم ليم توفر عدكم كل ما عندوش فران في طيبه غير في المقلق انا هادو طيبتم في الفران نضينا هنا يعلى ورق الزبدة وكنت كاملة بالفورشيت كاملة مجمع ونحطه في الفران شعلته الفق والتحت الارض مئتين داراجة كان طيبه فقط نص طيبه نص طيبه لاني بقى غندخل الفران هكا كن عمله في ايكيز بلاستيكي نحطه في مجميد او نقوم بالحشو دياله الان وصفقا طيبه اللي بغيتو يعجبكم فلا كدرتو كمية كبيرة 1 كيلو ديال فرص فحول نديروهم صغار وحطهم في المجميد وخليهم اللي تبغوا توجدونك القوم سالين مع الانسان كيكون الخدام او في الدارة ما عندوش الوقت هات السوس الطومات راني مصيبها في البيت ما كن شريهاش بغيتو طريقتها خليولي يفتحها لننزلكم طريق دياله بتفصيل طريقتها سهلة وحسن مئة مرة من السوس اللي كتبع بره ساهلة لديه ومعندش علاقة بليكتبع بره لانه اللي بره لانه اللي بره لكم عارفين كيدروا فهم موض حافظة ويزلوا فاس السقار واني معنديش مع السوس الطومات يكون فاس السقار تبقى لنك هذين الطماطم فيها ومحنا كندير كلكم متبارك الله ما شاء الله عليكم كتعرفوا تعمروا ببيتزا انا اشاركم معكم مو مختصر وقد ندير فلفلفلة ميقيد فلفلة ديال عشان درهم فقدرت اذا كنت وفر عدي في البيت عدي الموزاريل قدرت توسطومات عندي الطون في الدار نزلت على الطون ومبعد كنت عندي وحد البصلة منين صرت العشاء ديالرمدين قلت اذين ديرهم من فوق ما شحرتها موالوا كنت خلط الفران طعبت اصلا في ذاك الحارة اللي بقى تكمل فيه ببيتزا طياب دياله فوجدات درس هنا ايو حد شوية هاكا ندير معا شوية زيس والكحال زيس عادي اللي عندكم ممكن ديرو لحم مفروم ممكن ديرو بالخوضار ممكن ديرو اللي يعجبكم في الحجو ومحنا السير ديالنا هو القوام ديال العجينة كتكون رطبة ندرت فرما شحمر كتعجبين لنك هذيالو دارت شوية زيس بالدية وشوية الزعتر من الفوق وشتعطين لنكهة زوينة انا بعدها كتعجبني البيتزا ديال البيتزا ديال المحلات مع ديال الدر كتشبع كل محل هاكا كنا نحطف درج حرارة مياتي الفوق والتحت غير بلا ما طابت لي ملتحت كملت الطياب ديالها وهكا ودبلي الفروميل هنا اخرجتها كانت تقريبا بقى 10 ربع ساعة للفطور انا نوري لكم صراحة من التقطيع ديال لكتبار رطبة مشيك يبقى عاصي معاك في طغيك تتقطع بسرعة حتفل ماداق ديالها رطبة انا نقطع معاكم وغتشوفوا طريقة ديالها صراحة سهلة بزال تمنى الوصفة ديال اليوم تجربوها شاركوا معي تطبيقات ديالها ديال لكم في الاسناغرام ديالي نخلي لكم العنوان دياله في صندق الوصف الديدة كتبان انا نهز معاكم خيطا وغتشوفوا كتبان مطلوقة ورطبة هاكا ومغليدات صراحة الديدة بزاف تمنى ان الفيديو كان لإعجابكم لو وصلتوا هنا ما تتساونيش من لايك شارك في القناة وبقطاش فيديو باش وصلكم كل جديد شوفكم فيديو قادم وإلى اللقاء شكرا